أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار حرص الحكومة على التعاون مع السويد باعتبارها واحدة من الدول الناجحة في الاستثمارات الطبية وخلال لقائه سفير السويد لدى مصر لبحث التوسع بفرص الاستثمار في القطاع الرعاية الصحية أكد عبدالغفار أن الرئيس السيسي يعطي أولوية للملف الطبي ويحرص على التوسع في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية الذي يأتي ضمن خطة الدولة للتنمية الشاملة ومن جانبه أكد سفير السويدي رغبة بلاده في هذا الدعم والتعاون واستمراره لما لدى مصر من تطلعات وقدرات تؤهلها لحجز مكانة جيدة ضمن البلدان المتقدمة عالميا في المجال الصحي